أهلاً بكم مشاهدينا الكرام مجدداً للحديث عن جرسة هذا اليوم معي من القاهر الأستاذ معتصم الشهادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزن لتداري الأوراق المالية أستاذ معتصم مرحباً بك أهلاً بك اسم محمد أهلاً بك نبدأ بالحديث عن جرسة هذا اليوم وتعليقك على أبرز موطياتها طبعاً واضح فعلاً انخفاض حجام التدول بشكل واضح في السوق حجام التدول بتقلة أكتر في الأسهم القيادية بشكل كبير واضح جداً أنه اللي بيستحوز النهاردة على الأسهم الأكثر نشاطاً هي الأسهم الصغيرة أو المتوسطة واضح أن الأسهم الكبرى متأثرة بالأخبار السياسية وأخبار الضرائب والأخبار الاقتصادية الموجودة متأثرة سلباً بشكل واضح واضح أن المستثمرين الأجانب ليهم اتجاه واضح هو اتجاه بيع في مجمله ده ما بيختلفش من يوم لآخر ما بيختلفش من جلسة لأخرى واضح أن الأخوة العرب أيضاً على العمليات الترويجية اللي كان تم بيها رئيس البورصة مدية بعض الإيجابيات وهم ما زالوا في اتجاههم شراء خلال الجلسات المتتالية أعتقد أن السوق بالمازالة يدور بين 5200 و 6500 هذه المنطقة اللي هيدور فيها السوق خلال هذه المرحلة صعوداً وهبوطاً واضح النهاردة رغم الإعلان عن عدم فرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة وده من الرئيس البورصة اليوم قبل بداية جلسة التداول لكن هذا الخبر رغم أن هو خبر جيد وإيجابي لكن تأثيره كان محدود وبالتالي أعتقد أن السوق ما زال منتظر هل هيكون التأثير الضريبي أو الفرض الضريبي اللي موجود الجديد هيكون على الشركات الموجودة في الاقتصاد ككل ولا على الشركات اللي غير مقيدة في البورصة لأن بالتأكيد هذه الشركات المقيدة تتعامل مع شركات أخرى في الاقتصاد والحال العامة بتاعت الاقتصاد هتأثر فيهم مش بس كونهم يتفرد عليهم ومن يتفردش عليهم لكن الحالة الإجمالية بتاعت الاقتصاد هتأثر أيضا في الشركات المقيدة في السوق ده بالتأكيد ينعكس على نتائج أعمالها هل تعتقد أنه ممكن ندخل في نفق آخر وهو نفق لماذا أن يقوم بعض المستثمرين هذه الشركات الغير مدرجة بأن يشتكوا أنه ما فيش تساوي في العمل فيما بين المدرج وغير المدرج حول هذه القضية وأنهم أيضا يعترضوا عليها لا إذا أعز أقولك فيها حاجة أخطر من كده كمان إن الشركات المقيدة نفسها هيبقى عندها بعض مشاكل بعض فيه بعض الشركات القبضة المقيدة عندها شركات تابعة الشركات التابعة دي لما تيجي تعمل توزيع أرباح وهي شركات غير مقيدة هيفرض عليها ضرائب وبالتالي إحنا ما استثناش الشركات الموجودة في السوق ولكن التأثير محدود جدا بالنسبة للشركات الموجودة في السوق لأن هذه الشركات الكثير منها لديها شركات تابعة غير مقيدة هيفرض عليها ضرائب في حالة توزيع الأرباح للشركات القبضة لهذه الشركات التابعة وبالتالي المشكلة تقريبا إحنا محلناش لكن المسؤولين في البورصة وهيئة الرقابة المالية عملوا مجهود مشكور يعني من زمان جدا نحن مشوفناش المسؤولين في هذه الجهات بيقوموا بمسندة المستثمرين ومسندة القطاع ضد أي قرارات فجائية مؤثرة عليه هم قاموا بمجهود مشكور جدا ولكن إحنا ما زلنا نعتقد أن تأثير هذه الضرائب بشكل عام في الاقتصاد مش بس الشركات المقايضة تأثير سلبي أكثر من الإيجابيات اللي ممكن نتحصل عليها نتيجة فرضها زياد ضريبة تعتقد أن الصيغة التي رأينا فيها التعديل هي فقط لامتصاص الرأي العام أو اتصاص غضب الرأي العام بالتأكيد أن التعديل في علاء حاجات محدودة جدا وكمان أنا عاوز أقول لحضرتك أن مثلا فرض ضريبة على عمليات الدمج فرض ضريبة على عمليات الدمج المستثمرين اللي بيقوم بعمليات الدمج ما حصلش على أموالنا ديها في إيده هو فيه شركة ألف بتندمج مع شركة بيه عشان ينشؤه كيان جديد اسمه الشركة جيم وبالتالي هيتم تقييم للشركة ألف وتقييم للشركة بيه ثم الاتنين يعملوا مبادلة أسهم في الشركة جيم الجديدة وبالتالي المستثمر اللي في شركة ألف أو بيه ما حصلش على فلوس هو حصل على أسهم جديدة في الشركة جيم فإزاي يدفع ضريب على حاجة هو ما خدش بكاش يعني هو الراجل خد أسهم جديدة وبالتالي ده هيحد من عمليات الدمج بين الشركات المتوسطة والصغيرة عندنا أو مش هيبقى حاجة حافزة لإنشاء كيانات كبرى في السوق كل ده عوامل مؤثرة بشكل كبير أيضا هيقل من عمليات الاستحواز وإحنا عارفين عمليات الاستحواز بتقلل من عمليات يعني بتقلل تخفيض التكاليف وبتساعد الشركات على التوسع ويكونوا فيه كيانات كبيرة في السوق يبقى إزاي برضو الراجل اللي هيتم يبيع شركته هيتفرد عليه درايفة برضو ممكن ما يبيعش أو ما يتممش الصفقة بتاعت الاستحواز كل ده عمليات بتأثر في الاقتصاد بشكل عام في حين إن إذا تم عملية دمج وخفض للتكاليف وبالتالي تحقيق أرباح يعني لو الشركة ألف زائد الشركة بيه بحقق أرباح 20 مليون فلو الشركة جين بتحقيق أرباح 30 مليون فبالتأكيد الضرائب هتاخد ضرائب أكتر على 30 مليون من 20 مليون إذن إحنا بشكل غير مباشر يمكن بنأثر على الحصيلة الضريبية في حين إن إحنا وعملنا شركات كبرى وهذه الشركات استطاعت أن تحقيق أرباح أكتر هنزود الحصيلة الضريبية وبالنتيجة تخفيض التكاليف إذن إحنا لازم نبص الموضوع بمنطق شامل ما نبصش الموضوع بمنطق محدود إن إحنا بشكل مباشر نحصل حصيلة أد كده وبعدين إحنا لابد قبل ما نهتم بجذب الاستثمارات إن إحنا ننشط الاستثمارات الموجودة داخليا ما نهربهاش يبقى إحنا إحنا زي دلوقتي بنقول إحنا هنرفع الضريبة 20% وبعدين ما نجي نعمل ضريبة كمان 10% توزيعات أرباح يبقى إذن وهنرفع ضريبة 20% كمان لـ 25% يبقى إجمال الضريبة المحصلة تقترب من 35% يبقى إحنا دلوقتي بنقول للمستثمر الموجود داخل السوق روح شوف أسوأ منافسة لنا روح يدخل فيها أسوأ تكون في أسوأ منافسة لنا عندها استقرار سياسي عندها استقرار اقتصادي عندها معدلات نمو جيدة الميزة التنفسية الوحيدة عدد السكان الموجود في مصر دلوقتي وأضف إلى ذلك أيضا أننا رفعنا الضلايب وفي نفس التوقيت لم نوفر مجال أو بيئة عمل تدفع المستثمر أن يتقبل هذه الزيادة ويبقى لم نوفر عليه مسألة مثلا الترخيص لما أأتي أذهب وأقوم بترخيص يعني بلف الدنيا كلها عشان نعمل ترخيص الإجراءات، التسهيلات، عمليات كل هذه الأمور التي مصاحبة للإستثمار إحنا ما اتطورناها بشكل كبير ورفعنا الضلايب ده حقيقة بس أنا عاوز أضيف حتة كمان حتى لو نوفر ضد الضلايب دي عشان العدالة الاجتماعية أنا أؤكد دلوقتي أننا لو نزود عدد العاطلين في البلد نتيجة انخفاض عدد الشركات العاملة أو نتيجة انخفاض الاستثمار فإحنا هنا بنمشي عكس العدالة الاجتماعية من العدالة الاجتماعية أنه كل شخص يتخرج لإله وظيفة مش إن أنا دلوقتي أقل العدد العاملين وارفع الحد الأدنى للأجور وخلي عدد كبير غير عامل وما فيش استثمارات، ما فيش استثمارات داخلة بل استثمارات الموجودة تخرج ده هيزود العدالة الاجتماعية بالعكس ده هيقل من العدالة الاجتماعية مش من العدالة الاجتماعية ان احنا كلنا نبقى معناش فلوس لا من العدالة الاجتماعية ان احنا كلنا يبقى معنا فلوس فاحنا دلوقتي بنقلل للناس اللي معاها فلوس بنخصم منها مبالغ كبيرة فبقوا مش هتدخلوا استثمارات وبالتالي برضو الناس اللي معهاش فلوس مش هتقدر يتحصلوا على اي فلوس لان استثمارات قلت وعدد العاملين قلوا وبالتالي الحقيقة رغم من المنظور الأولي أن هذه الضريبة تحقق العدالة الاجتماعية لكن لما ينظر بطعام موكة هذه الضريبة لا تحقق أبدا العدالة الاجتماعية وما تدي حق التوظف لكل مواطن في مصر باختصار هل تعتقد أن هذه الإجراءات قد تكون مؤقتة فقط للخروج من أزمة العجز في الموازنة وبعد ذلك بعد أن نحل هذه المشكلة نعود ونحل موضوع ضرائب مرة أخرى في المستقبل نحن نتأثر في الاقتصاد بسياستين في سياسة نقدية وفي سياسة مالية سياسة مالية نحن نتعلمنا أن نحن نزود ضرائب ونزود الالتزامات لما يبقى الاقتصاد في انتعاش لما يبقى الاقتصاد في كساد نحن مفروض نعمل العكس يعني مش عشانا أنا أقدر أصرف أكتر أفرض ضرائب أكتر يبقى أنا ما عملتش حاجة يبقى أنا دلوقتي لو أنا عاوز أزود التشغيل وزود الاستثمار وزود 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 يبقى لازم أدي تسهيلات مش هفرض ضرائب يبقى إحنا دلوقتي ماشيين عكس ضراء الاقتصادية عكس المفروض اللي يحصل في ضراء الاقتصادية عندنا كساد عندنا قلق سياسي واقتصادي يبقى لازم نعمل نصرف لكن مش بفرض ضرائب جديدة نصرف عن طريق الاقتراض نحن نتفاهم مع صندوق النقد أو البنك الدولي نصرف عن طريق اللي نحن نشوف الدول الشقيقة ناخد بعض المنح أو المعونات أو الكروض نزود الدنيا من محل المضطرين أنا من نفس المكان دوت فيه من سنة سابقة كنت أحذر بأن الدين المحلي يزيد بشكل كبير ولا بد أن نعمل سيطرة على هذا الدين لكن الآن ليس المستهدف هو سيطرة على الدين المحلي لكن المستهدف أن نزود معدل النمو نزود معدل الإنفاق في الاقتصاد حتى نستطيع أن نخرج من حالة الكساد أو حالة انخفاض معدل النمو الموجودة في الاقتصاد طيب من أسئلة الفيسبوك هل مسألة استمرار الأجانب في شق المبيعات منذ بداية الأسبوع الماضي وهو عندما كنا نتحدث عن إمكانية حدوث هذا القانون واستمراره والتغييرات التي تحدثنا عنها ونقشناها في البداية وبقاءهم في الجانب البيع هذا قد يسبب مشكلة أنه في نفور بسبب هذا القانون لا ده مؤشر واضح أن الناس بصة للأحوال الاقتصادية في مصر ده مؤشر واضح أن الناس بشايفة أن فيه تخبط في القرارات الاقتصادية ده مؤشر واضح أن طريقة تتخذ القرار في هذه الفترة طريقة مش صحيحة أحنا مفروض ندرس القرار مع القاعدة قبل ما يطلع للقمة ويتم تتخذ القرار ليس العكس مش نتخذ القرار ثم نحن بلد داخل السوق ثم نفاجأ أن السوق مش مستجيب لهذه القرارات شايفة قرارات غير إيجابية ثم نبدأ أن نتراجع عن بعض هذه القرارات إرضاءا للرأي العام وبالتالي هو فعلا صورة واضحة جدا للأجانب والغير ينظر لنا بأنه شكل طيب سؤال سريع أخير من الفيسبوك أيضا هو سؤال من أحد الأشخاص يقول أنه إذا كان هناك رجل أعمال أسس شركة وهذه الشركة كبيرة ومدرجة في السوق المصري عندما يكون هناك توزيعات من الشركة هل نفس التوزيعات التي يحصل عليها هذا المستثمر المؤسس للشركة هي نفس توزيعات التي يحصل عليها المستثمرين العامين في السوق وإذا كان نفس التوزيعات وليس هناك فرق فبالتالي ما الذي يدفع هذا الرجل للمخاطرة للحصول على توزيعات تكون هي نفس التوزيعات التي كان سيحصل عليها لو وضع هذه الأموال في بنك هو بالتأكيد المستثمر الذي يدخل وضع فلوسه في الشركة هو ينظر للفرص البديلة ويقارن من هذه الفرص لو هو حتى فلوسه في عقد خاري بدون مخاطر هياخد كام لو بدأ ياخد مخاطر أعلى ويدخل سوق مستقر نسبيا هياخد كام لو دخل في سوق غير مستقر أو سوق فيه بعض الاضطرابات هياخد كام ويبدأ يعمل مقارنة بين بداء الاستثمارية الموجودة عنده ولو هي المقارنة لقاها أن العوائد بالنسبة لنفس المخاطر يعني بياخد العائد الأكبر عند نفس المستوى المخاطر أو بياخد إذا كانت نفس العوائد متسوية بياخد المخاطر الأقال وبالتالي إذا هو لقى أن العوائد واحدة يروح ياخد العائد اللي بدون مخاطر يعني دعنا نقولها بصيغة أخرى أنه يمكن في هذه الفترة فقط هو يحصل على عوائد قليلة ولكن في فترات الرخاء كان يحصل على عوائد أكثر من عوائد البنك أنا أشكرك جزيلا الشكر أستاذ معتصم الشهدي نائب رئيس مادية استدارة شركة هورايزن على هذه المعلومات وأشكركم مشاهدين كرام لحصل المتابعة وإلى اللقاء